ايه هي افضل خمستاشر مهارة لازم حضرهاك تكون عليه في مجوة برنامج الورد المهارات دي مهارات جديدة ومميزة يلا بينا نشوف وانتابع مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى قالي واصحابي اجمعين يلا بينا شباب نشوف اول مهارة من المهارات دي وهي انت ازاي تخلي ملف الورد اللي حراك شغال عليه دلوقتي ملف يترفع على الونلاين يكون لي لينك تفاعلي الكلام اللي فيه يظهر بشكل جميل ومميز غير الشكل النوطي والتقليدي اي حد يقدر يفتحه حتى وان ما كانش معاه نيتورك اول حاجة شباب ده ملف الورد اللي احنا شغالين عليه دلوقتي علشان نحاول الملف اونلاين بندخل مع بعض من قايمة فايل على حاجة اسمها ترانسفورم اول لما بدخل على حاجة اسمها ترانسفورم بيبدأ يتحلي مجموعة من القوالب الجهزة الونلاين موجودة عندك هتظهر دلوقتي على ايدك اليمين تقدر تختار ما بينها التفاعل اللي هتلاقيه موجود فيها والالوان اللي هتلاقيها موجودة فيها مميزة جدا انا هختار مثلا الستايل ده وعا كده هقوله ترانسفورم تعم فيه اشكال كتير جدا تقدر تشتغل عليها تعالوا نشوف مع بعض الملف هيبقى شكله عامل ازاي لما يفتح ده شكل الملف يا شباب على حاجة اسمها سوي اوفيس دوت كوم زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الملف شكل تفاعلي فيه بتظهر فيه حركات بتظهر مع العنوين كل ما باجي انزل تحت بيه يظهر بالشكل ده حاجة نميلة جدا حاجة مميزة تقدر ان انت تستخدمها في التقارير اللي بتشتغل عليها طبعا كان فيه رسالة من شوية بتقول ان الملف ده لو انت حابب ان انت تعمله بتضغط على حاجة اسمها من هنا وتبدأ تحدد اه الناس معاينة تقدر انها تستخدمه او لو حابب تبعاته في شكل بتدوس على اللينك ده وتاخد اي حد يقدر ان هو يستخدمه في اي وقت. المهارات التانية يا شباب ازاي نقدر ان احنا نحاول ملفات ال الى ملفات قدامكم دلوقتي حالا هنشوف الطريقة بشكل مميز ورائع جدا ملفات باللغة الانجليزية لو ملفات باللغة العربية كنا شفنا لها فيديو انصحكم ان انتوا تشوفوها سيبولكو الرابب بتاعه تحت الفيديو تقدر ان انتوا تتبعوا ملفات اللغة العربية تعالوا نشوف مع بعض ملفات اللغة الانجليزية هنضغط على حاجة اسمها من هنروح هبدأ ان انا اختار الملف الخاص بيا من على وليكن مسلا ده الملف هبدأ ان انا اقول له اوكي هيبدأ يفتح معايا ده ملف يا شباب فتح معانا على بشكل عادي جدا اقدر ان انا اعدل فيه اضيف ليه اي حاجة زي ما حضراتكم شايفين وامسح وبعد كده احفظه بشكل زي منعي سبعا انا افتحت الملف ده باللغة العربية الكلام هيبقى متغير كلام اللغة العربية هيبقى متغير زي ما قلت لحضراتكم في فيديو هسيب لكم الرابب بتاعه تحت المهارة التالتة والمميزة ان احنا ازاي نعمل يعني ايه انا دلوقتي يا شباب لو جيت خدت اه حرف الايه ده تمام بعد كده الخدتها بعد كده السي كليكي مين هي هي فكرة لو انا جيت عملته اللي هينسخه معايا هينسخ معايا بس حرف السي الاخير اللي انا هستخدمه طيب وباقي الحاجات اللي انا اخدتها وهحتاج لها بما اني اخدتها اقدر لنا اجيبها ازاي واستدعيها في عندي من قايمة الخاص بالكليبورد السهم ده لو جينا ضغطنا عليه بالشكل ده هنلاقي عندنا مجموعة كبيرة جدا من الملفات والبيانات والمعلومات اللي اخدناها بمجرد ما بكليك بمجرد ما بكليك بدوس كده على الجملة او الكلمة اللي انا اخدتها اقدر ان انا احطها بسرعة وبشكل جميل جدا بدل ما كل شوية بقدر كليك يمين كابي كليك يمين بيست ودي من الحاجات الممتعة والجميل كمان يا شباب ازاي ان احنا نقدر نستخدم دوال جوه الورد احنا طبعا عارفين ان الدوال في الاكسل والاورد والكاونت واوا هل في دوال جوه الورد يلا بينا نشوف مع وعد انا دلوقتي يا شباب عندي التيبل ده عملته من قايمة دخلت على حددت الجدول بتاعي عايز اجمع الارقام اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي هبدأ ان انا ادخل من قايمة الخاصة بالتيبل طبعا القايمة دي بتختفي لو ما فيش تيبل وبتظهر لو انا وجوه تيبل من في عندي حاجة اسمها بدخل على بيبدأ يقول لي الدلال بيستخدمها هيدرلت سم سم للابوف بيجمع الحاجة اللي فوق طبعا انا دلوقتي قدر استخدم دوال تانية قدر استخدم اللي بتعد المتوسط هنجرب السم ونقول له اوكي هل ايه جمع لي الارقام ويمكن لما كنا بنحتاج نعمل ده كنا بنروح الاكسل ونشتغل وبعد كده ناخد ونحط على الورد والمهارة دي هتوفر علينا وقت جبير جدا لكل الناس اللي بتتعامل مع برنامج الورد من المهارات المميزة الجميلة اللي احنا هنشتغل عليها برضو ازاي ان انا اقدر اعمل او ترتيب للبيانات اللي انا شغال عليها وليكن مسلا يا شباب انا عندي مجموعة ارقام موجودة بالشكل ده ازاي ان انا اقدر ارتبها سواء ترتيب تصعودي او تنزولي في عندي من قايمة آآ عندي حاجة هنا اسمها بضغط عليها بيقول لي عاوز تعمل ترتيب تنزولي او تصعودي زي ما انتم شايفين فيه كمان نوعيات من الصورت اقدر ان انا اعمل صورت او ترتيب بالحروف يعني الابجدية او اعمل ترتيب وفقا للارقام او اعمل حتى ترتيب وفقا للديت حسب البيانات اللي انا شغال عليه من المهارات المميزة جدا يا شباب اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله مع بعض ازاي ان انا اعمل حاجة اسمها واشتغل على ملف ده انا وزميلي في نفس اللحزة انا اكتب وهم يكتبوا وما يمنعنيش البرنامج ان انا اعمل حاجة زي كده في عندي حاجة مميزة جدا شايفينها فوق هنا اسمها شير اول لما بنضغط على شير بيبدأ ان هو يطلع لي آآ الوان نوت وبكتب الايميل بتاعي على الوان نوت وبقدر ان انا ابعت الفايل ده لزميلي يشتغلوا معي عليه كمان يا شباب من المهارات المميزة ساعات واحنا بنجي نكتب على الورد وخصوصا لما بنكتب باللغة الانجليزية احنا بنبقى حابين نشوف هل الكلام اللي احنا كتبينه ده هو صح وفقا للجرامر ولا ولو صح وفقا للجرامر هل فيك كمان طرق تانية ممكن يتكتب بها الكلام ده فيك اقتراحات للجملة دي فبضغط على الجملة كده زي ما انتم شايفين وفي عندي حاجة اسمها لو الجملة اللي انتم كتبينها دي ليها اه صيغة تانية ممكن تتكتب بها فبتلاقي الورد طلع لك هنا الاختيارات اللي تقدر تختار الانسب ليك وتشتغل عليه ودي حاجة مميزة جدا هتساعد الناس اللي بتشتغل على الابحاس جوه برنامج الورد كمان لو احنا عايزين نكتب رزمي نكتب اه سيرة ذاتية نبعاتها لحد انا هساعدكم دلوقتي ان شاء الله دلوقتي ونفتح اللينكت ان نعمل ربط ما بين الورد واللينكت ان جوه برنامج الورد مش هنروح في اي حتة هندخل مع بعض دلوقتي يا شباب على حاجة اسمها ريفيو ومن ريفيو في عندي حاجة اسمها سي في اسستنت هضغط عليها طبعا لو نسخة الافيس بتاعتك قديمة حدسها لنسخة 2013 او 2016 او 2019 اوفيس 365 هتلاقي فيها كل الفيتشرز دي موجودة المكان اللي موجود فيه سي في اسستنت وعليه العلمة بتاعت لينكت ان اكبر موقع توظيف في العالم اه الموقع ده يا شباب جواه سيار ذاتية كتيرة لناس موجودة في نفس الوظيفة اللي حضرتك عليها تقدر ان انت دلوقتي تكتب الوظيفة وليكن مسلا وظيفتك انا كنت كاتب اكاونتنت اه اي وظيفة يعني انا مسلا لو كتبت ايه اه اه هكتب ترينور مدرب تمام اه اه مسلا خليها تكنيكال ترينور ترينور الاندستري مسلا زي ما انتو شايفين يا شباب فتح معايا اه مجموعة من السيار الذاتية اللي مرفوع على الموقع لاشخاص في نفس الرول بتاعي من نفس الاندستري الصنوع او القطاع اللي انا هشتغل فيه اقدر ان انا اشوف الافكار طبعا لو انا جيب بصيت كده هنا مسلا ده هنا بيقول طبعا كل دي افكار انا بشوف لو عايز اشوف اكتر بقوله ده او للجزئية دي لو انا حابب اشوف اكتر بقوله طبعا انا مش قادر ااخد لان دي حاجات ليها حقوق ملكية خاصة بالاشخاص اللي عاملينها ولكن انا ممكن اطلع افكار واشوف ازاي اقدر اكتب حاجة زي كده مش بس كده كمان فيه مقالات ممكن تساعدني زي مثلا ازاي ان انا اسوأ لنفسي ازاي ان انا اقدر استخدم اه مهارات تساعدني لقى وظيفة المناسبة كل ده موجودة في مقالات مميزة بمجرد ما بضغط على المقالة بتفتح معايا ودي من الحاجات المميزة جدا جوا برنامج الورد والتفاعل اه ما بينه ما بين اه الينكد ام كمان يا شباب فيه عندي حاجة اسمها اه ترانزليتور مترجم يعني انا لو جدي دلوقتي اعلمت على جملة اللي موجودة هنا ودخلت من آآ في عندي حاجة اسمها ترانزليت ترانزليت سليكشن زي ما حضراتكم شايفين كده هيفتح معايا هنا حاجة اسمها ترانزليتور هقدر ان انا آآ اترجم اي جملة اهو ادي جدول المحتويات هعلم مسلا بعلم كده بقى هنا بيبدأ يترجم آآ الجملة او الكلمة اللي انا علمت عليها ودي حاجة مميزة جدا جوا برنامج الورد آآ تقدر تساعد مش بس كده كمان انا اقدر استخدم حاجة اسمها يعني انا مسلا لو جيت كتبت في الصفحة الاولانية ده عنوان رئيسي فباجي من قايمة هوم بعمل حاجة اسمها آآ برضو ده عنوان تاني بضغط على ده معناه ان ده عنوان رئيسي عنوان آآ رئيسي جوا البيج فهاجي في الاول خالص عاوز اعرف او عايز اعمل حاجة اسمها بحيس لما الناس تيجي تفتح الملف بتاع الورد ده تبقى شايفة المحتويات بتاعته وشايفة الدنيا ماشي ازاي ففي بضغط عليه آآ بيفتح معايا حاجة جميلة جدا اهي شباب انا شايف دلوقتي قدامي او المحتوى الخاص بملف الورد ده الصفحة الاولانية فيها عنوان رئيسي اسمه اه برضو دي كلها العنون رئيسي في الصفحة الاولى وفي التانية وفي التالتة وده هيسهل على ناس ان هي تقدر توصل المعلومات بسهول في كمان يا شباب عندنا حاجة جميلة جدا ازاي ان انا اقدر اتعامل مع برنامج الورد واكتب مراجع لكلام بتاعي يعني مسلا انا عندي الجملة دي عايز اقول نخدتها من كتاب معين فكتبت عندها هنا رقم واحد وكتبت المرجع تحت لو عايز اجرب في كلمة الان بقدر ادخل من ريفرانسيز برضو انسرت فوت نوت وببدأ اكتب المرجع الثاني لو حد حابب يشوف الكتب دي بس ادله برضو في اخر الكتاب او اخر المقالة على الورد اه اخر الصفحة كده راجع كلها موجودة ده يقدر يشوف الكلام اللي انا قلته هل هو مثبت هل هو علمي او لا ودي حاجة للناس اللي بتكتب ابحاث وموضوعات مهمة برضو شباب من ضمن الحاجات المميزة جدا ان احنا افعل وضع لو الاضاءة بتاعت الورد عالية بقدر اخش من قائمة في عندي حاجة اسمها وبدخل على حاجة اسمها اهو ادي ده اللون الاخض اللون الرمادي الغامق في عندي اه لو انا قلت هنلاقي كده ان الالوان بقت اه يعني شديدة جدا خصوان لو انت بتعامل بالليل او قاعد بتكتب بالليل تحتاج تهدي شوية ممكن تستخدم حاجة اسمها وبعد كده تقول اوكي بتلاقي الاضاءة هي دي تخالص وتقدر تتعامل مع البرنامج بقريحية في عندنا حاجة كمال اسمها انا دلوقتي لو جيت علمت على الكلمة دي وخليتها باللون الاحمر عايز كلمة فورمات ازيها باجي على الفورمات بنتر وبضغط عليها ومش دي المشكلة المشكلة لان permeator لما اخترت كلمة اراح افرض انا اعاوز اعمل كلمة تانية اطر ان انا اعلم واطلعت ااني دوس لا بدل ما تدوس على الفورمات بنتر مرة واحدة بندوس عليها مرتين وده السحر في الموضوع لما بنضغط على الفورمات بنتر مرتين بتفضل مكملة معنا زي ما انتوا شايفين بمجرد ما بعلم ما بتروحش الى لو انا ضغطت على زرار الازكاب اخر زرار على الشمال من فوق هتروح من عندك بعد ما تكون خلصت. برضو لو انا كاتب جملة عاوز ان انا اشتب عليها. قوليكم مسلا تم حذفها. باجي اعلم عليها كده وفي عندي ايكونة هنا اسمها بتشتب لي على او بتحذف لي الجملة دي من غير ما تمسحها بتاخد عليها خط. الحاجة الاخيرة ان انا بستخدم الاشكال سلاسية الابعاد. يعني انا لو جيت دلوقتي احنا عارفين ده شكل هو سلاسي الابعاد. عارفين الاشكال العادية. اللي هي من قائمة بقدر ان انا اجيب شكل مسلا وليكن زي كده. ده الشكل العادي التقليدي ازاي حوالي لثلاث الابعاد. بمجرد ما بدخل على الفورمات بلاقي عندي حاجة اسمها وهي بقدر استخدم اشكال سلاسية الابعاد طبعا الاشكال دي بتكون قابلة للكتابة. دي كانت اهم المهارات اللي موجودة في برنامج الورد ودائما هنتابعكم بكل جديد. لو عندك مهارات تانية حابب نتكلم عنها ممكن تسيبها في الوصف تحت الفيديو تكتبها في التعليقات. كمان يا شباب ما تنسوش يدعمونا بالشير واللايك والسابسكرايب للقناة علشان نقدر نوصل المحتوى ده لاكبر عدم من الناس. ان شاء الله هنجهز فيديوهات للأكسال للأوتلوك للأكسيز لكل ما له علاقة بالأفس والويندوز. نحبكم في الله. ما تنسوش تصلوا وتسلموا عن نبي صلى الله عليه وسلم. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. اشتركوا في القناة.